السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معي فيديو جديد. ان شاء الله هنشتغل مع بعض الشنطة دي. شنطة جميلة جدا على الحقيقة. هي عرضها حوالي تسعة وعشرين سنتي. في ارتفاع ستاشر سنتي. وعرض الاعدة من تحت هيبقى حوالي تمانية سنتي. هتمنى ان شاء الله انها تعجبكم ويكون الفيديو واضح وتشتغلو معي. استخدمت خيط مكرامية مصري. هكتب لكم الوزن بالزبط تحت الفيديو في صندوق الوصف. ممكن برده تستخدموا خيط سلسلة. ادي فتلته اهي. واستخدمت معاه ابرة مقاس اربعة ميلي. هنشتغل قطعتين من الشكل ده. الجنبين بتوع الشنطة. ده اول جنب اهو عملته. هشتغل معكم الجنب التاني. هنعمل تمانية وعشرين سلسلة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. واكمل. عندي ده وش السلاسل بتاعتي اهو. اللي هو حرف بتاع السلاسل زي ما واضح كده. بقلبها على الظهر. عندي حلقة في الظهر كده. حلقة الواحدها. دي اللي بشتغل فيها غرز الحشو بتاعتي. ده الوش اهو. وبقلبها واشتغل على الحلقات اللي في الظهر. هعمل تمانية وعشرين غرزة حشو واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. وكمل للاخر. طبعا انا بتحكم في عرض الشنطة بتاعتي بعدد السلاسل اللي انا اشتغلتها. يعني لو عايز اصغر عرض الشنطة اصغر عدد السلاسل او العكس لو عايز اكبرها هزود عدد السلاسل. عملت هنا سبعة وعشرين غرزة حشو. بقى معي غرزة واحدة باجي هنا في حلقة البداية بافتحها بس حاجة بسيطة. وباجي فيه الحلقة بتاعتها اللي فوق. واعمل فيها الغرزة رقم تمانية وعشرين. ارتفع سلسلة. ولف الشغل. اشتغل تمانية وعشرين غرزة حشو في الحلقة الخلفية. في الباكلوب. بعمل تمانية وعشرين غرزة حشو. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة واكمل للاخر تمانية وعشرين غرزة حشو. خلصت الصف التاني اهو اللي اشتغلته فيه الحلقة الخلفية. هرتفع سلسلة واشتغل الصف التالت ركزه معي. بعمل ايه? باخد الحلقة الخلفية من الغرزة اللي انا هشتغلها مع الحلقة الامامية اللي انا سيبها في الصف اللي فات. تاني اهو باخد الحلقة الخلفية بتاع الغرزة دي مع الحلقة اللي انا سيبها في الصف اللي فات. تعتبر كانت الحلقة الامامية. واشتغل غرزة حشو عادية بس باسحب الخيط فوق شوية. وعمل غرزة حشو. في نفس الغرزة هدخل برضو فيه الحلقة دي مع الحلقة اللي تحت واعمل كمان غرزة حشو كده انا عملت تزايد. بالشكل ده. باقي الغرز اللي في النص هشتغل فيها غرزة حشو واحد. الحلقة الخلفية مع الحلقة اللي انا سايباها اللي تحت. واعمل غرزة حشو. ستة وعشرين غرزة حشو. في النص بين التزايدين. تاني غرزة حشو اهو. ناعدها تاني. نفس الحكاية. الحلقة الخلفية مع الحلقة اللي انا سايباها الصف اللي فات. واعمل تالت غرزة حشو. اصحب الخد فوق شوية واشتغل غرزة الحشو بتاعتي. هكمل بنفس الطريقة ستة وعشرين غرزة حشو. خلصت انا هون. ده شكلها معي. اتبقى معي غرزة واحدة في الاخر. دي اللي هعمل فيها تزايد. باخد الحلقة الخلفية مع الحلقة بتاع الصف اللي فات. وهشتغل فيها غرزتين حشو. ده واحد. وفي نفس المكان هعمل كمان واحدة حشو. اتنين. هرتفع سلسلة ولف الشغل. نركز بقى في الحتة دي. انا عندي التزايد بتاعي في حلقة واحدة تحت مشتركة. مع غرزتين الحشو بتوى التزايد. فهشتغل فيها غرزتين حشو. باخد الحلقة الخلفية من اول غرزة والحلقة اللي تحت. اهو. تاني غرزة في التزايد. اخدها مع نفس الحلقة اللي تحت اللي انا اشتغلت فيها الغرزة الاولانية. سهلة خالص مع التعودة تلقى سهلة خالص. اهو. غرزة حشو. تاني غرزة حشو معي. بقى الغرز بقى باخد الحلقة الخلفية برضو مع الحلقة اللي تحت عادي. وبسحب الخط لفوق واشتغل الغرز حشو. اده واحد. دي الغرزة التالتة معي. ودي الغرزة الرابعة. الحلقة الخلفية مع الحلقة اللي تحت. واشتغل غرزة حشو. رقم خمسة. نفس الطريقة هكمل حد ما اوصل للتزايد اللي في الاخر. اده اخر تزايد معي اهو غرزتين حشو. والحلقة اللي تحت مشتركة. باخد الحلقة الخلفية مع الحلقة المشتركة اللي تحت واعمل اول غرزة حشو. والغرزة التانية من التزايد باخد الحلقة الخلفية بتاعتها مدرية شوية مع الحلقة اللي تحت. واعمل غرزة حشو. اهي. ده شكلها معي. التزايد بس اللي ببقى مختلف شوية في الصف السابق. الاتفاع السلسلة ولفيت الشغل. هشتغل بقى اول غرزة معي هعمل فيها تزايد. اهو. الحلقة الخلفية مع الحلقة اللي تحت وهشتغل فيها غرزتين حشو. هذا واحد. وتاني اهو الحلقة الخلفية مع الحلقة اللي تحت وهعمل تزايد. نفس اللي انا عملته فيه الصف التالت بالزبط. وهشتغل في النص تمانية وعشرين غرزة حشو عادية. اهو. واحد. الحلقة الخلفية مع الحلقة اللي تحت. اتنين. بنقرر الشغل بس مش اكتر. تلاتة اربعة. الحلقة الخلفية مع الحلقة اللي تحت خمس. هكمل. اهو ده الشكل بتاعي. وصلت الاخر غرزة اللي هعمل فيها تزايد. الحلقة الخلفية مع الحلقة اللي تحت وهشتغل فيها غرزتين حشو. هرتفع سلسلة وهشتغل اتناشر صف سابت. اتناشر صف سابت. هبدأ معكم اول صفين. باخد الحلقة الخلفية مع الحلقة اللي تحت مشتركة زي ما قلت التزايد. الحلقة اللي تحت عندي بتبقى مشتركة لغرزة تزايد. ده اول غرزة. الغرزة التانية اهي مع الحلقة الاولانية المشتركة اللي قلت عليها. وعمل تاني غرزة حشو. هاخد بقى الحلقة الخلفية مع الحلقة اللي تحت. واشتغل تالت غرزة حشو. الغرزة بتبقى لزيزة جدا بعد ما انخلص الشنطة. غرزة جميلة فعلا في الشنط. اربعة واكمل للاخر. وصلت هنا اهو لغرزة التزايد. الحلقة الخلفية مع الحلقة اللي تحت. وعمل غرزة حشو. الحلقة التانية الخلفية مع الحلقة اللي تحت المشتركة وعمل غرزة حشو. هرتفع سلسلة مشتغل الصف التاني من صفوف السبات. الاتناشر صف ثابت. باخد كل حلقة خلفية مع الحلقة اللي تحت. واشتغل غرز حشو. واحد. الحلقة الخلفية مع الحلقة اللي تحت. اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى انا كده عملت صفين سابتين لسا لي عشر صفوف سابتة هنخلصهم ونرجع نكمل خلصت اهو اللي اتناشر صف سابت ده وش الشغل وده ضهره الاتنين زي بعض مفيش فيهم اختلاف هشتغل بقى الصف اللي عليه الدور هرتفع سلسلة وهنبدأ الشغل بتاعنا بتناقص هنعمله ازاي هنشوف اهو اخد الحلقة الخلفية بتاع الغرزة الاولانية مع الحلقة اللي تحت واسحب الخيط هدخل بقى في الحلقة التانية الخلفية مع الحلقة اللي تحت واسحب الخيط كمان مرة هيبقى معي على الابرة تلات حلقات هسحب الخيط واطلعها من التلات حلقات يبقى انا كده عملت تناقص هشتغل بقى بقى الغرز غرز حشوة عادية الحلقة الخلفية مع الحلقة اللي تحت واشتغل غرزة حشوة عادية واحد تاني غرزة اهوه الحلقة الخلفية مع الحلقة اللي تحت. اتنين. تلاتة. بالشكل ده اهو. هكمل بالي الاخر لحد قبل اخر غرزتين اللي انا هعمل فيهم تناقص. اهو بالشكل ده وصلت الاخر غرزتين. هعمل زي ما عملت التناقص الاولين. الحلقة الخلفية مع الحلقة اللي تحت واسحب الخيط. والحلقة الخلفية من الغرزة الاخيرة مع الحلقة اللي تحت. واسحب الخيط. وبعدين اسحب الخيط من التلات حلقات اللي على الابرة. ارتفع سلسلة ولف الشغل. واشتغل صف ثابت. انا عندي بما اني عام arguments هنا تناقص هسيب الحلقة الخلفية اللي تحت دي وهدخل في الحلقة اللي بعدها. خلاص دي معتش ليها لازمة معي. باخد الحلقة الخلفية من الغرزة اللي انا وقف فيها والحلقة اللي تحتها. عملت اول غرزة حشوة اهو. وتاني غرزة حشو. الحلقة الخلفية مع الحلقة اللي تحت. الغرزة اللي بعدها. خلاص بينا عارفين بنعملها ازاي. تلاتة. هكمل للاخر. خلصت هنا والصف بتاعي. اشتغل صفين سابتين. هرتفع سلسلة والف الشغل. واشتغل صفين سابتين. كل حلقة خلفية مع الحلقة اللي تحتها. واشتغل غرز حشوة عادية. من غير اي تناقصات. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. واكمل للاخر. واشتغل كمان صف سابت. اخلصهم ونرجع. اخر حاجة اشتغلتها هنا. صف تناقص وتلاتة صفوف سبت. ارتفع سلسلة واعيد تاني نفس اللي انا عملته. صف تناقص وتلاتة سبتين. اتا التناقص بتاعي اهو. الحلقة الخلفية مع الحلقة اللي تحت. واسحب الخيط. وادخل فيه الحلقة الخلفية الغرزة اللي بعدها مع الحلقة اللي تحت. واسحب الخيط كمان مرة. وبعدين اصحب الخيط واطلع من التلات حلقات اللي على الابرة. هكمل غرص حشو عادية الحلقة الخلفية مع الحلقة اللي تحت. واشتغل غرزة حشو عادية. ادى واحد. الغرزة اللي بعدها. ادى تنين. هكمل الاخر لحد ما وصل لاخر غرستين حشو. اخر غرستين اهول اللي هعمل فيهم التناقص التاني. الحلقة الخلفية مع الحلقة اللي تحت واسحب الخيط. الحلقة الخلفية فيه الغرزة التانية مع الحلقة اللي تحت واسحب الخيط. وبعدين هطلع من التلات حلقات اللي على الابرة. هرتفع سلسلة وارف الشور. هشتغل برضو ثلاث صفوف سابتة زي ما عملت بعد صف التناقص اللي فات. بسيب اول حلقة تحت معي باخد الحلقة اللي بعدها. سيبت الحلقة اللي عطرفه اهو. وعمل غرزة حشو. اده واحد. اتنين. هشتغل تلات صفوف سابتة. الصف ده هو صفين كمان. خلصهم ونرجع نكمل شغل. دي الكطعة الاولينية اهو اللي انا اشتغلتها وخلصتها. بوريكم انا عملت فيها ايه? انا اشتغلت صف حشو داير ميدور. اهو ده شكله معي. هجيب بقى الكطعة اللي انا اشتغلتها معاكم. اللي عملت اخر حاجة فيها صف تناقص وتلاتة سابتين. اهو. هعمل فيها نفس اللي انا عملته فيه الكطعة الاولينية دي. صف حشو داير ميدور. هجيب اهو الوش التاني بتاع الشنطة من مكان ما وقفت في اخر صف. وهشتغل غرز حشو في الجنب. دي الحلقات اللي بشتغل فيها غرز الحشو. بلاقيها حلقة طايرة كده في الجنب. اهي هي دي. دي داخل الجوة شوية. هشتغل فيهم غرز حشو جنب كل صف. اهو. اده اول غرزة حشو واحد. الحلقة اللي بعدها. اتنين. اهم حاجة وانا اشغالها لو لقيت المسافة كبيرة بين الحلقتين اللي ورا بعض بزود غرزة حشو بينهم في النص. انا في الجنب الاولاني عملت سبعتاشر غرزة حشو. نفس الحكاية في الجنب التاني. كل جنب عملت فيه سبعتاشر غرزة حشو. طبعا ده غير غرز الحشو اللي في الاعدة من تحت. اهو. ده شكلها معي اهو. هكمل لحد الكورنر من تحت. سبعتاشر غرزة حشو. حد ما وصل لهنا. وصلت هنا اهو لاول غرزة في الكورنر من تحت. بعد الجنب الاولاني. هشتغل فيها غرزتين حشو. واحد. هداري الخطة معي انا شغالة. اتنين. هكمل بقى غرز حشوة عادية في غرز الاعدة بتاعتي. واحد. اتنين. وكمل غرز حشو لحد ما وصل للكورنر التاني. وصلت هنا اهو للكورنر اللي في الاخر. اعمل فيه اخر غرزة عندي غرزتين حشو. واحد. اتنين. وهشتغل غرز حشو هنا زي ما عملت في الجنب الاولاني. برضو طلعوا معي سبعتاشر غرزة حشو. وهنا خلصت اهو الوشين بتوع الشنطة بتاعتي. ده الوش الاولاني. وده الوش التاني. ياريت بعد ما نخلص كل وش بس من الشنطة نسيب خيط طويل للخياطة عشان نخيط الجوانب بالقاعدة بتاع الشنطة والدراع. زي ما انتو شايفين كده خيط طويل هيساعدني في الخياطة. هبدأ هنا اشتغل في دراع الشنطة. اشوف انا محتاجة يبقى عرضها قد ايه? مع العلم ان انا بعد ما بخلصي الدراع بشتغل صف حشو داير ميدور. يعني بيبقى فيه كل جنب صف حشو. بيزود لي مسلا حوالي واحد ونص او اتنين سنتي. وعرض الدراع نفسه هيبقى برضو عرض آآ الاعدة بتاع الشنطة والجناب ديت. اشوف انا برضو محتاجاتي بقى قد ايه? ما خليهاش عريضة قوي ولا رفايعة قوي. انا هعمل اربع سلاسل. اتنين تلاتة اربعة. وبالراجع هشتغل غرص حشو في الحلقة اللي وراء السلاسل بتاعتي. الحلقة اللي وراء حرف فيه في الخلف دي. اهي دي الحلقة اللي هشتغل فيها. واحد. اتنين. الحلقة الثالثة. طبعا اللي عاوز يزود العرض كمان ويخليها خمس غرز. او يقللها. اربعة واخر غرزة معايا. لحلقة البداية بوسعها واعمل فيها غرزة حشو. يبقى كده اربع غرز حشو. هرتفع سلسلة ولف الشغل. اشتغل غرز حشو فيه الباكلوب في الحلقة الخلفية. واحد. اتنين. اعيدها تاني. اتنين. تلاتة. واخر غرزة معايا. اربعة. هرتفع سلسلة ولف الشغل واشتغل زي ما اشتغلت الجناب بتاع الشنطة. الحلقة الخلفية مع الحلقة اللي انا سايبها تحت. واعمل غرزة حشو. الحلقة الخلفية مع الحلقة اللي انا سايبها تحت. واعمل غرزة حشو. وهكمل الاربع غرز. فضلت شغالة هنا هو صفوف سابتة. اربع غرز حشو. لحد ما وصلت لطول اللي انا محتاجاها. طلع معايا في الاخر حوالي مية وتمنتاشر سنتي. بالشكل ده اهو. طبعا كل الخيوط دي بقصة. بعملها بالولعة. انا هنا حسبت عدد الصفوف ازاي? عشان تبقوا عارفين. عملت ستة وسبعين صف. آآ حسب دوران بتاعي اللي انا كنت محتاجة للجوانب بتاع الشنطة. جبت الجناب بالشكل ده. واشتغلت لحد ما وصلت للصفوف اللي انا محتاجها. او عديت عدد الغرز وشفت انا محتاجة كم صف. او ممكن تقسوها بالمزورة. وعملت ستة وسبعين صف. باقي الصفوف كلها هو طول الدراع اللي انتم محتاجينه بقى. وبتزودوا عشرة سنطي عشان تدخلوها في التوكة بتاع الشنطة اللي في الجنب. هاجي هنا بقى هشتغل غرز حشو داير ميدور الدراع بتاعي. زي ما قلت لكم بنزود حوالي سنتي ونصة او اتنين سنتي. لو بصينا هنا في الجنب هنلاقي في حلقات كده الوحدها. دي الحلقات طايرة دي. زي ما عملت في الجناب بتاع الشنطة. اهي. دي الحلقات اللي بعمل فيها غرز حشو. وهنلاقي برضو في حلقتين مع بعض تحتها على طول. يعني بعد الحلقة دي تحتها هنلاقي في حلقتين جنبه بعض. اهي دي الحلقة اللي الوحدها هنشتغل ازاي هنيجي في اول حلقة وهنعمل فيها غرزة حشو. وفي تاني حلقة اللي هي الحلقة الطايرة الوحدة وعمل غرزة حشو. بعدين بقى في الحلقتين اللي تحتها وهاشتغل الغرزة الحشو التالتة. لان لو اشتغلت في الحلقة المنفردة التالتة. هلاقي في مسافة بين الثلاث غرز حشو كبيرة. فهاشتغل بنفس النظام ده. اتنين حشو في الحلقتين الطايرين. واحد. والحلقة التانية اهي الطايرة. والغرزة التالتة بعملها في الحلقتين اللي جنبه بعض اللي تحت الغرزة الحلقة الطايرة ديت اهي. او زي ما انتو تحبوا اللي رايحكم لو انتو اشتغلتم حاجة زي دي قبل كده. شوف انتو تحبوا تشتغل غرزة الحشو في الجنب ازاي? ده اللي لقيتها مناسبة معايا بعد ما جربت اكتر من طريقة. اهي ودي الغرزة التالتة باشتغلها في الحلقتين اللي تحت اللي بين الحلقتين الطايرين. وبنفس الطريقة دي هكمل الشغل كله في الجنب الاولاني غرز حشو. وبرضو نفس الحكاية في الجنب التاني. الفرق بس انا هاجي فيه الجوانب وهشتغل غرزتين حشو. الجنب اللي تحت اهو. هشتغل هنا في الغرزة الاولانية اتنين حشو. في الغرزة التانية دي اتنين حشو. وبعدين هكمل الجنب التاني عادي منتو غير اي تغيير. خلصت هنا غرز الحشو في الجنبين اهو. وصلت الاخر غرزة. هاجي في اول غرزة عملتها غرزة الحشو دي. واعمل فيها منزلق. وكده بقى خلصت قعدة الشنطة والدراع بتاعها. هاجي بقى الجنب بتاعي. ده هيبقى الضهر اللي فيه تعرجات ده هيبقى الضهر. اللي سوا بعضه ده. ده اللي هيبقى الوش بتاعي. هاجي بقى من الجنب. انا ما قطعتش الخيط طبعا بعد ما خلصت الدراع. ده اللي هقفل به. اهو باجي من الجنب. واسحب الحلقة بتاع اخر غرزة فيه الدراع. بنركز بقى. بدخل هنا فيه الغرزة بتاع الجنب بتاع الشنطة الحلقتين مع بعض. بدخل فيه الحلقة اللي جوه فيه الدراع. اهي تاني اهو. بدخل فيه الحلقة اللي جوه وبسيب الحلقة اللي ناحيتي. بتديني شكل حلو الجوانب الشنطة. وبعدين هسحب الخيط واطلع من الحلقة وبعدين الحلقتين واعمل منزلقة. تاني اهو. بدخل فيه الحلقتين بتوع الغرزة بتاع جنب الشنطة. وبعدين باجي في الدراع. بدخل فيه الحلقة اللي جوه. من فوق اهو. بدخل فيه الحلقة اللي جوه. واسحب الخيط. وباشتغل منزلقة. ده يبقى شكلها معي. بيبقى معي خط كده في الجنب بتاع الشنطة بيبقى شكله جميل. اهو الحلقتين مع بعض والحلقة التانية في الدراع واعمل منزلكة. بنفس الطريقة دي هكمل وخيط الجنب الاولاني ده من الشنطة. اهو. وزي ما عملت هنا هعمل فيه الجنب التاني وخيطه في الدراع برضو من الناحية التانية. اخلص اللي اتنين ونرجع نكمل شغل. هنبدأ هنا نشتغل في الجوانب بتاعة السستة. هنعمل عدد من السلاسل. باخر عدد غرز اشتغلته في الشنطة. اللي هي الغرز اللي فوق دي. هعدها يشوف كم غرزة. انا هنا معي تمانية وعشرين غرزة. اهو. هعمل بيها عدد من السلاسل نفس العدد. يعني هشتغل تمانية وعشرين سلسلة. تلاتة. اربعة. خمسة. واكمل. خلصت هنا هو تمانية وعشرين سلسلة. هاجب الراجع واشتغل غرز حشو. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. هكمل الاخر. خلصت هنا سبع وعشرين غرزة حشو. باجي هنا في حلقة البداية. بوسعها حاجة بسيطة واشتغل فيها غرزة حشو. خلصت اول صفة. ارتفع سلسلة واشتغل الصف التاني. غرز حشو عادية. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. هكمل الاخر. وهعمل كمان قطعة. نفس القطعة دي. نفس الشغل بالزبط. اهي. هعمل قطعتين. وهسيب خيط طويل للخياطة بعد ما خلص. بعد كده هنجيب السوستة بتاعتنا. ونبدأ نخيطة في الجنب اللي انا عملتهم. انا هاخد فتلة واحدة من الخيط بتاعي. عشان الخيط هيبقى دخين على السوستة. مش هيدخل بسهولة. انا خدت فتلة واحدة. لو عندكم طبعا خيط نفس اللون خيطوا به. مش لازمة اه اللي هو الخيط المكرمية اللي انا شغالة به ده. وبالطريقة دي هخيط الجنب الاولاني مع السوستة. خيط عادية خالص ما فيهاش ايفان. وبعد ما خلصها خيط الجنب الثاني برضو بنفس الطريقة. هيبقى شكلها كده معي. نخلصهم ونرجع. بعد ما نخلص تركيب جنبين السوستة. هنبدأ بقى نركبها في الشنطة. انا عندي وانا بخيط السوستة كنت واخد فتلة واحدة من الخيط بقى معي فتلتين. ده اللي اخيط بيها. او ممكن تخيطه بخيط خارجي عادي. هستخدم ابرة عادية اللي هي ابرة تتنظيف. وابدأ اخيط بقى كل غرزة من جوانب السوستة كده مع الغرزة اللي اقصادها في الشنطة اللي هي الحلقة اللي تحت دي. شايفين دي الحلقات اللي هدخل فيها. لما كنت عاملة كان فيه حلقة تحت. اهي الغرزة اللي فيه السوستة مع الغرزة اللي اقصادها بالشكل ده. الخياطة عادية خالص اهي. كل غرزة مع الحلقة اللي اقصادها. هكمل للاخر. ونفس الحكاية طبعا فيه الجنب التاني. هخلص خياطة السوستة وبنرجع نشوف عملنا ايه. ده هيبقى شكل الشنطة بتاعتي اهو. بعد ما خلصت خياطة السوستة. ده شكلان نهائي. واسعه من جوه اهي. خيط هنا الجنبين. وخيط الاطراف دي. لو عايزين تصيبها مفتوحة ما فيش مشكلة. وخاصة الجنب ده ممكن تصيبوه مفتوح. طبعا لو ما سبتاش مفتوحة وخيطوها هتشتغل فيه الحلقة الداخلية وتصيبوه الحلقة الخارجية. عشان هنخيط فيها توقت الحزام دي. ده شكلها معاية. توكة كبيرة خالص بحيث نقدر ادخل فيها دراع الشنطة. اخيطها بقى هنا في الحلقات اللي انا سيبها برا دي. وانا بخيط شغالة في الحلقة الداخلية وسيبها الخارجية. هبدأ بقى اخيط الحلقة بتاعتي هنا. بخيطو ابرة عادية. زي الابرة اللي اخيطت بها السوستة. طبعا خياطة عادية خالص. هلف الخيط بس حوالين الخط اللي في النصف التوكة. انا هنا بس يسبتها بخيط رفيع كده عشان اقدر اخيط تحت الكاميرا وانا بصور. انا زي ما انتو شايفين. بسحب الخيط والف بس حوالين الخط اللي في النصف ده. بدخل من فوق. من فوق التوكة. مع الحلقة الخارجية اللي انا سيبها دي. زي ما انتو شايفين اهو. واسحب الخيط. وهطلع من الناحية اللي جوه دي اهي. وكمل خياطة بنفس الطريقة. لحد ممله الخط ده كله بالخيط بتاعي. بس ما خليهاش تخينة قوي عشان ايه? اعرف ادخل ادراع بتاع الشنط. ده شكلها اهو. شكلها نهائي بعد ما خلصتها خياطة ملتها خيط في النص. برضو ما خليتهاش تخينة. هبدأ بقى اجيب دراعي الشنطة بتاعي وادخلها فيها. بدخل من فوق. وبطلع من الفتحة اللي تحت. وبالطريقة دي اقدر اقصر واطول دراعي الشنطة بمزاجي. حسن ما احب. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. ترجمة نانسي قنقر